بحسب التأرير الصحفية باريس سان جرمان يعرض على محمد صلاح عقد لمدة ثلاث سنوات هل ليفربول يستطيع أن يعرض على ليفربول عقد بثلاث سنوات أيضا؟ حسنا أعتقد أن هذا الأمر يعتمد على صيغة العقد ربما عامين مقابل زيادة عام ولكن العقد لا يبدو أنه سيكون كذلك فمحمد صلاح إذا انتقل إلى باريس سان جرمان أعتقد أنها خطوة للوراء بالنسبة لمحمد صلاح أعتقد أن الانتقال للسعودية أفضل أن تلعب في بلد مسلمة وأن تختبر ثقافة مختلفة تماما عما عشت عليه في أوروبا وتعود لثقافة مشابهة لا أعتقد أن محمد صلاح مناسب له أن يذهب لباريس سان جرمان لا أعتقد أنه سيتخذ هذا القرار نعم باريس سان جرمان يريده بالطبع ولكن أعتقد أن اختيار محمد صلاح بين باريس سان جرمان وليفربول بالطبع سيقرر البقاء في ليفربول